مرحبا بكم من جديد أول وقفة حورية يمكن كنا بنشوف قبل الفاصل معاكم دلوقتي الحمام الحمام الزاجل اللي بيطير يمكن ده بيعبر بيكون مش رمز السلام رمز الحرية لكن الحرية اللي نتكلم عنها بين البشر لازم تكون حرية لها قيود وليها قواعد يمكن من المجهودات اللي بتقوم بيقوم بيها رجال الدين في الفترة الأخيرة للتعامل مع المتطلبات أو مع المستجدات اللي بتكون موجودة على الساحة واللي بتكون متلزمة مع التقدم الحاصل والعولمة الحاصلة اللي بتشدها بشد كوكب كل كوكب الأرض عامة تكون هناك أفكار لكن الأفكار اللي بنتكلم عنها هي موجودة من قدم الأزل وهي خاصة بالإلحاد والفكر الذي من ضمن المجهودات اللي بيقوم بيها رجال الدين في مصر هو التعامل من حين لآخر كل فترة هذه الموجة من موجات الإلحاد بيكون اللي بتصدى لها بالتأكيد رجال الدين الأزل الشريف من ضمن مجهوداته اللي بيقوم بيها احنا كنا منتابع الأزل وبينشئ وحدات لمكافحة الأفكار المتطرفة لمكافحة الأفكار الإرهابية لمكافحة التحييض لمكافحة الفتاوى الشاذة أنشأ هذه المرة وحدة وأطلق عليها وحدة بيان وهي لمكافحة الفكر الإلحادي والفكر اللاديمي بالتأكيد الفكر لا يقاوم إلا بالفكر هنتكلم عن الوحدة وعن الموجة اللي موجودة في الفترة الأخيرة الموجة العالمية فيما تعلق بالإلحاد وكيفية تعامل الأزهر مع هذه الموجة مع فضيلة الشيخ إبراهيم جميل عضو مركز الأزهر العلامي للفتاوى الإلكترونية باللغة الألمانية وهو أيضا عضو وحدة بيان أهلا بحضرتك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكم كله أستاذ نحليك بس قبل ما نتكلم بحضرتك عن بيان والفكر كيف يمكن مقاومة الفكر الإلحادي نتابع أولا هذا التقرير بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة أعلن الأزهر الشريف عن إنشاء وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر الديني ونقض الشبهات في إطار الحوار المتبادل وأكد مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية أن الوحدة سيتم العمل من خلالها على مناقشة هذه الأفكار وتحليل الشبهات والرد عليها بأسلوب شرعي وتستهدف الوحدة نشر الفهم الصحيح للدين وتوعية الشباب بجانب مد جسور التواصل لبناء جيل يعي متطلبات وطنه وأمته ولديه القدر على تحقيق آماله وطموحاته كما تهدف الوحدة الجديدة إلى بناء وعي معرفي للوقاية من الشبهات وتوفير مساحات آمنة للحوار مع المتشككين والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة وتأسيس منهج معرفي وتقوية المناعة الفكرية لدى الشباب للحد من الوقوع في براثن الإلحاد وأوضح مركز الأظهر العالمي أن وحدة بيان ستقدم محتويات علمية تدعم هذه المعالجات من خلال الحملات الإلكترونية والإعلامية وفي هذا الإطار أعلن المركز أنه يقوم بإعداد مجموعة مدربة ومتخصصة في مواجهة الأفكار وتحصين الشباب ضد التشكيك أو الاستقطاب وأشار المركز إلى أنه من المخطط لوحدة بيان انتهاج أساليب غير تقليدية لمد جسور التواصل مع الشباب مثل عقد مناقشات في الجامعات والتجمعات الشبابية في جميع محافظات الجمهورية من خلال حملات توعية مركزة ومكثفة لتصحيح الأفكار المغلوطة ودعم قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك برحب بكم أرتانيا ونبدأ مع فضيلة الشيخ إبراهيم جميل عضو وحدة بيان التابعة للأظهر الشريف والخاصة بمواجهة الألحاد والفكرة اللاديني خلاني نتكلم عن الوحدة ولماذا تم إنشاءها في هذا التوقيت يا فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هو بعض وحدة بياني تعتبر من آخر الوحدات اللي ظهرت في مركز الرصد والفتوى الإلكترونية بعض مجموعة من الوحدات المستحدثة يمكن فكرة عمل الوحدة كوحدة مكافحة للإلحاد لنقد الإلحاد والفكرة اللاديني كان موجود من زمن وكان فعلا في مجموعات من مركز الفتوى الإلكترونية أعضاء لجنة فتوى الإلكترونية كانوا يعملون على صد هذه الهجمة الشرسة على الضوابط الشرعية وعلى الضرورات الدينية وكان واضح يمكن ذلك كان سبب من أسباب سرعة استحداث الوحدة أن ظهر في الوقت الأخير أو في الأوانة الأخيرة خصوصا في المجتمعات العربية والإسلامية بعض من يجاهر بالفكر الحادي أو الفكر المادي البحث أو أنه ينقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو أنه لا يرى أن فيه مشكلة في أنه يطلع على الهوى أو يطلع على اليوتيوب أو يطلع على مواقع التواصل ويقوله أنه غير مؤمن أو أنه ملحد كان بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزر الشريف الذي وجهنا أنه يجب علينا سرعة البدء في إنشاء وحدة بيان لنقض الإلحاد والفكر المديني وده خطوة جيدة جدا وزي ما قلت الحضرتك دي مش البداية دي كانت آخر ما استحدث من وحدات وحملات بعد وحدة لم الشمل وحملات أخرى لكن وحدة بيان المعنوط بها إن شاء الله بإذنها في الفترة المقبلة أنها تعمل على صد الهجمات ضد صوابت الدنيا وجلاء بعض المفاهيم المغلوطة التي قد تصار من محين للأخ فيه نسبة معينة بتحدد عدد الملحدين أو ارتفاع الملحدين في العالم العربي أو في الدول الغربية بشكل عام؟ هناك إحصائيات في العالم الغربي وهناك إحصائية ظهرت السنة اللي فاتت عن دولة ما في المحيط العربي في المجتمع العربي الإسلامي وحددت بوضوح نسبة الملحدين نعتقد تماما الاعتقاد أن هذه الإحصائيات غير سليمة وغير منطقية بالمورة الناس لا تعول عليها بمجهود كبير لسبب بسيط أنه ما فيش ملحد بيطلع على الهواء ويقول أنه ملحد ولو واحد قال كده مش بيبقى كل الناس قال كده هي بتبقى مجموعة من الإشارات أو ممكن مثلاً اللي بيعمل الإحصائية بيكون فيه لو جهة ممولة أو لو فئة معينة أو لها أيديولوجية معينة في الفكر قد يكون هذا سبب من أسباب أنه يذكر 5% أو 7% أو 10% أحياني منحب الموضوع دي قوي فقلت الشيخ يعني يبدأ نطلع بقى في المجتمع بقى ملحد إزاي بزرق لكن أنا بقول لحضرتك لا نعول كثيراً عليها بقدر ما ينبغي علينا أن نحن نبص للواقع ونشوف فعلاً هل فيه مشكلة ولا لا طب يعني بيقابلنا في الفترات الأخيرة بصراحة يعني أن بعض الشباب بيكون حتى ممكن تكون أصدقاء ليك بيقول لك أنا ما بصومش رمضان مش مقتنع أو هي مش مقتنع أن أياه تصوم رمضان ده بيتحط تحت بند الإلحاد أحنا أولاً بنفرق بين اللي بيجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة وبيقرب أنه هو غير قابل ليه أو أنه هو يرفضه وده في الوقت الحالي أنه لا نقول أنه هو إنسان غير مؤمن إحنا يجب أولاً أنه قد يكون قد يكون المشكلة عنده مشكلة نفسية قد يكون لديه مشكلة اجتماعية فإحنا لا نتصرع بتكفير الإنسان ونقول أنه هو خلاص كده بدأ يبقى ملحد أو أن أنا أقطع الصلة بالعكس أنا يجب أن أنا أحاوره لو أنا على قدر كافي من العلم والمعرفة الدينية بالسوابة الشرائية والقيم والأخلاق في الإسلام يجب أن أنا أحاوره بس زي ما قلت حدثك في الأول أن الفكر يواجه بالفكر وأن الشبهة يجب أن تفنت لأن في بعض الناس بيبقى عندها شبهات أو تساؤلات مش هنقول شبهات لكن تساؤلات في المجتمع العربي والإسلامي لحد ما بيتم كبتها لا وضح للديني مثال دكتور زي هقول لحضرتك يعني كبت الأسئلة الدينية أنا ممكن يبقى عندي تساؤل لكن أنا لست على معارفة علمية كبيرة أو معارفة شرائية كبيرة فأبتدي أروح أسأل شيخ فالشيخ يقول لي لا أنت كافر أو أنا أخشى أنه يقول لي هذه الكلمة وبالتالي أسقط في العصر الحالي سبقى من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن أمنع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة تبادل المعلومات والتكنولوجيا الحديثة الإلحاد له صلة واثيقة بالميديا الميديا تكون 99% من انتشار الإلحاد في الدول الغربية والدول العربية والإسلامية بما أني لا أستطيع ولا أريد ولا أرغب أني أمنع الميديا لكن أنا أفضل وأرحب ويجب عليك كعامل في هذا المجال أني أوضح وأشرح وأفصل بدل من أني أكفر الإنسان لأنا أشرح له الفكرة ده بيتاله بمحتاج انتهاج أساليب غير تقليدية لمد جسول التواصل مع الشباب اللي هم عندهم هذا الفكر طب إيه الأساليب يعني دينا مثال للأساليب غير التقليدية اللي ممكن تتمنوها في واحدة بيانة واحدة بيانة المنط بيها إن شاء الله في الفترة المقبلة بناء على تقارير من مركز الرصد لأننا بنعمل كمجموعات متكاملة كل مجموعة لها في أمعينة مركز الرصد عندنا في مركز الرصد والفتوى بدأ يرصد تجمعات ومجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتدعو مباشرة للإلحاد أو بتصير شبهات نشع عنها بالتالي بعض الناس الذين تبنوا هذه الفكرة حتى دون أن يكون لديهم معرفة شرائية كما قلت الحضرتك طيب كان يجب علينا أن نخرج من أنا مش عايز أقول تجديد الدين لكن هنقول تحديث بعض الروابط اللي بيها يقدر الشباب المسلم البسيط في العلم اللي ما عندوش علم شرعي كبير أني أقدر أوصله المعلومة أني أقدر أفند الشبهة اللي في دماغه وأني أقدر أجيب على تساؤله بدون ما أحمله المشكلة كان المشاكل السابقة اللي كانت بتواجه الشباب الملحد أو اللي عنده تساؤلات في الدول العربية أنه بيخاف يسأل زي ما قلت الحضرتك في كابت والمشكلة التانية أنه لما كان بيجاب من بعض المشايخ كان بيجاب بأسلوب بسيغ كلامية قديمة هذه السيغ الكلامية القديمة ربما قد لا يفهم الشاب ماذا يريد أن يقول السيغ كلامية قديمة تعتمد على المنطق والفلسفة ومش كل الناس بتفهم المنطق والفلسفة أنا عايز إجابة بسيطة هو ده اللي احنا بنعمله في وحدة بيان وحدة بيان بتاخد الشبهة بتفصل الشبهة بتديها الإنسان يستطيع أن يرد عليها رد علمي بسيط وبعد كده بيتم تبسيط المعلومة وإن شاء الله بإذن الله في الفترة المقبلة في جدول زمن محطوط إن شاء الله أن نطلع هذه الردود أو نطلع ردود على أشهر الشبهات الإلحادية المنصارة في الوطن العربي بأسلوب برضو بنفس استخدام الوسائل البصرية والتكنولوجية زي ما بيستخدمها غير المسلمين فبرضو يجب على المسلمين أنهم يستخدموها لكن إن شاء الله بإذن الله هتكون بأسلوب كويس وحسان طب إزاي الشبهات دالت وصله مع واحدة بباينة في الشيخ كل بساطة 19-906 يعني ما فيش أسل من كده 19-906 الأرقام التليفونات يعني غير مسجلة المكالمة غير مسجلة ممكن تقول اسمه مستعار ممكن تدخل باسمك عادي من غير ما تقول لحد خالص فقط 19-906 قسم الفكر والأديان هتدخل هتلاقي إنسان أستاذ فاضل عضو مركز الفتوى الإلكترونية يستطيع أن يجيب على كل تساؤلاتك لو لا قدر الله ما زال لديك شبهة بنجيب الرجل ونديله معاه ونحض معاه في مركز الرصد والفتوى لوحده أو لو معاه أحد زملائه برضو عنده نفس المشكلة أو عنده نفس التساؤل أو حتى عنده شبهة وبنقعد معاه اثنين أو ثلاثة من أعضاء مركز الفتوى بكل حميمية وبكل صداقة وبيتم تبادل أطراف الحديث حتى نصل إلى وجهة النظر المرضية لجميع إن شاء الله لمن في قلبه يشك إن شاء الله تمام طب الأبرز المشكلات اللي بتواجه الشباب من وقت نظر الحديث بتدفعهم إن هم يمشوا في الطريق دو طريق الحاد بتأكيد يعني أسباب الإلحاد في العالم الغربي بتختلف تمام الاختلاف عن أسباب الإلحاد في العالم العربي طب معلش أنا بس عيد مرة تانية الحديث الرقم اللي حديث قلت المختصة 19.906 ده لوحدة بيان لا ده مركز الرصد والفتوى مركز الرصد والفتوى الإلكترونية مركز الفتوى الإلكترونية يعني هو هيتصل بال19.906 بعد كده هيختار رقم 4 قسم الفكر والأديان هيدخل مباشرة على عضو وحدة بيان وأعضاء قسم الفكر والأديان ويجيبه مباشرة على الشباب يبقى من 19.906 وبعدين قسم الفكر والأديان تمام فزي ما قلت الحضرتك أن أسباب الإلحاد في الدول العربية قد تختلف في الأسباب هناك أسباب ربما تكون إشكالات معرفية ربما تكون إشكالات نفسية يعني زي بي نقول في أجزاء من الإلحاد قد يكون نفسي سبب نفسي أو طرابات نفسية لكن نحن في واحدة بيان ضد أن نقول أن الملحدين في الوطن العربي مرضى أو مجانين أو لا لا الكلام ده ما بقناش بنقوله لأن إحنا عارفين أن في مشكلة المشكلة هي أن في جهات معينة أو بتنشر هذه الشبهات على خلاف الواقع فالشبهة إما أن تكون إما أن تكون شبهة وإما أن تكون خلط يعني جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح ده اللي بيتم توضيحه وجلاء مفهومه في واحدة بيان الموضوع قد يكون بالنسبة للشاب هو بيخاف أنه بيسأل زي ما قلت لحضرتك لكن بما أن الموضوع بدأ ينتشر في الأونة الأخيرة وده كان سبب من أسباب سرع الظهور واحدة بيان يمكن معرض الكتاب معرض القاهرة الدولية للكتاب لأن المعرض السنة كان يعتبر عرص ثقافي جميل المكان ممتاز جدا القاعة كبيرة مركز الأزهر الشريف كان واخد تقريبا مساحة كبيرة جدا فيها جزء ثابت على مدار الأيام كاملة في ثلاثة أو أربعة من أعضاء لجنة الفتوة الإلكترونية الشباب كانوا دايما بيتحاولوا تتصرف معنا للأسف للأسف ده يعني سبب من الأسباب اللي دعتنا إلى سرعة استحداث الوحدة إن كثير من الشباب اللي كم سألوا كانوا بيسألوا أسئلة وجودية يعني عنده شبهات وعرفنا بعد كده لما تم رصد هذه الأسئلة لأن احنا بنجمع كل أسئلة على حدة اكتشفنا إن أغلب الأسئلة ما بين فئة عمرية من 15 سنة ل37 سنة دي أغلب الناس اللي كانوا بتسأل 15 سنة ل37 سنة وبيسألوا أسئلة في الشبهات يعني كانت الأسئلة الأول عبادات معاملات أحوال شخصية لكن السنة دي كان فيه واضح إن فيه اهتمام كبير بالفكر الإلحادي ولذلك حارسنا إن يكون دايما عضو من أعضاء قسم الفكر والأديان تابع وحدة البيان إن يكون دايما موجود يوميا في معرض القاهرة الدولي للكتاب طب بس سؤال يعني دلوقتي الراجل اللي عنده فكر الحاجد هو أصلا مش مؤمن بالدين فأما رد عليه بالشرع بالقرآن بالسنة يعني مش هو أصلا عنده مشكلة في الموضوع هل الشخص بقى لازم يبقى الشخص اللي هو هيتكلم بقى أو هيتعرض لهذا الفكر محتاج مواصفات معينة يمكن بعض للشباب اللي أنا بقوله حضرت دي أنا بقوله عن تجربة لأن إحنا الشباب اللي بيقولنا تجربة مهمة إن هي اللي بتخلح بالزبط هو بيخاف من المنظر لما هو يروح يكلم شيخ لابس زي أزهري ويقوله إن أنا ملحد هو بيخاف لكن في بعض الأحيان إحنا ممكن ما نجتمعش معاه بالزي الرسمي ممكن نقعد بعادي علشان نضيع الرهبة اللي عنده فيبتدي يتكلم ويطلع لجواه ويبتدي نعرف إيه المشكلة ونحلها اللي كنت عاوز أقوله لحضرتك إن الشباب اللي عندهم هذه الأسئلة أو اللي عندهم التساؤلات أو اللي عندهم شبهات هو مش شرط إنه هو يدخل يشوف المشكلة على الجوجل أو يشوف حلها بقادر ما هو أسهل له أنه هو يعني أقرب طريق لي أنه هو يحل المشكلة إنه يعرضها مباشرة على أهل الرأي أو أهل الفكر في هذا الموضوع ومش لازم يروح لحد كبير أو لإمام مثلا في مكان ما لكن يقدر إنه هو يبحث عن إجابة مقنعة لديه السؤال اللي كنت عادتك بتقوله إزاي أنا أقوله قال الله قال الرسول وهو أصلا ملحد بزبت صح كلام عدك صح ولذلك إحنا بنقسم مش هقول الملحدين لكن هقول المتسائلين اللي بيقولنا هم نقسمهم في قسم أقدر أرد عليه بالمنطق والفلسفة في قسم أقدر أرد عليه بالعلم في قسم أقدر أرد عليه بالدين لو عنده أصلا تعزيز في اليقين وفي قسم لا يقبل بهذا كله ولا يرتضي حكما إلا العقل ده أجيبه بالعقل مباشرة يعني احنا ممكن نقوم بقى ثلاث ساعات مع أحد الإخوة اللي بيسأله ما بنقولش قال الله قال الرسول لا نذكر آية أو حديث فبيبقى كل الكلام عقلي كل الردود عقلية ومنطقية وبعيدة عن الفلسفة وصيغ الكلمة القادمة حتى يستطيع أن يفهم بسهولة السؤال الأبرز اللي حدرتك لفت انتباه حدرتك من خلال الشباب الجم في معرض القاهرة الدولي يعني أنا لن أذكر شبهات على الهواء حتى يعني حتى لا أصير الشبهة بما إن الشبهة مستطرة فأنا إن شاء الله لن أقولها لكن حتى لو طلع على الهواء هي زي ما قلت حديثك هي الأسئلة أولا هي الأسئلة تم الرد عليها من أكتر من ألف سنة هي فقط بترتدي ثوبا جديدة الشبهات الموجودة حاليا فقط بترتدي ثوبا جديدة مؤسرات بصرية مؤسرات سماعية فيديوهات على يوتيوب تويتر واتس تليجرام انستجرام الميديا زي ما قلت حضرتك هي الأساس في انتشر الإلحاد في الوقت الأخير ولذلك لما بتيجي الشبهة وبنفاجأ بإن الشاب لا يعرف أبسط المعرفة الدينية اللي يستطيع بها أن يرد الشبهة عن نفسه يعني أنا لازم يبقى عندي مناعة فكرية لازم أقوي مناعة الفكرية لازم يبقى عندي حصانة فكرية قبل من أن أنا أدخل وأستمع لشبهة ما مش لقوة الشبهة ولكن نضع في أنا في الرد على هذه الشبهة وهو ده اللي بنقوله للشباب قبل ما ترمي نفسك في البحر لازم يبقى معاك السفينة ولازم تبقى قادر أن أنت تسبح في هذه المياه طب تمام حراك شايف إزاي بقى نعمل السؤال بالطريقة عكسية الشباب إزاي حراك أن أنتوا تقدروا تعملوا حماية أو تعزيزية أقدار من مثل هذه الأفكار هل أنتوا في الوحدة برضو بيعندوك تحرك لهذا الأمر إن شاء الله بإذن الله في وحدة بيان تم استحداث مجموعة من الوسائل اللي إن شاء الله سيكون لها صلة قريبة بمواقع التواصل الاجتماعي مباشرة وهيكون في فيديوهات الفيديوهات دي سيتم استخدام كل الإمكانيات المتاحة حتى تظهر بنفس القوة وبنفس القدرة اللي بيظهر بها الأشخاص الملحدين اللي بيعلنوا عن نفسهم واللي في الغالب بيكونوا ممولين من جهة ما إن شاء الله هيتم عقد اجتماعات لمراكز الشباب في النوادي في الجامعات في أي مكان فيه تجمع شبابي إن شاء الله بإذن الله هيكون لوحدة حوار مكان وبإذن الله هيتم عمل اجتماعات في خلال الفترة القادمة إن شاء الله لكل المراكز الشبابية وزي ما قلت حضرتك التجمعات حتى لو مش في الجامعة لكن في أي مكان فيه تجمع نستطيع بكل سهولة إن احنا نصل لمن لديه مشكلة أو لديه تساؤل ويعني أحب إن أنا أنوه على بعض الإخوة اللي بينفروا الناس من الدين لو عرفت إن حد عنده شبهة أو تساؤل لا تتسرع مباشرة وطلق عليه كلمة الكفر أو طلق عليه كلمة الإلحاد لأنه هو إحنا بيجينا ناس كوايسة جدا محترمة جدا ومتدينين لكن لديه تساؤل هو ليس شبهة هو تساؤل وهذا حقه هذا حقه في المعرفة كفالاه له الله سبحانه وتعالى وكفالاه له الإسلام هو حقه أن يسأل وحقي أن أجيب عليه تمام تمام شايف حرارك يعني في علاقة بين التكنولوجيا والعولامة والنظام العولامة اللي إحنا عايشين فيه وبين تزايد الأعداد فيما تعلق بالفكر اللذيني مركز الرصد عندنا في مركز الرصد والفتوى بدأ في الأونة الأخيرة يرصد تجمعات استغلت زي ما بتقول حضرتك الحرية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبدأت تنشئ بعض الجروبات وبعض الصفحات وبعض المواقع اللي لها علاقة مباشرة بالأفكار الإلحادية أو الأفكار التي تدعو إلى التحرر نحن لسنا ضد الحرية لكن نحن نقول أن الحرية حرية كل إنسان تقف عند حدود حرية الإنسان الآخر وهو ده الفرق بين الحرية والحرية المطلقة لأن الحرية المطلقة زي ما بنقول مفسدة مطلقة وما فيش حرية مطلقة حتى في أقوى دول العالم ما فيش ما أقدرش أمشي مخالف في أمريكا لازم أتخذ السبيل العملاء لو مشيت غلط هتاخد مخالفة دي الحرية أنا حرية أني أنا أركب عربيتي وأمشي بها شمال أو يمين لكن لو مشيت شمال هتاخد مخالفة فلازم تبقى الحرية مقننة وفي نفس الوقت أنا أبدل حريته في أنه أستخدم الميديا ويستخدم وسائل التواصل أنا لو عندي إبن صغير يستحيل بحل من الأحوال أن أمنعه أن يستخدم التليفون أو أنه يدخل على النت أو أنه يشوف اليوتيوب لازم هيشوفه ولازم هيظهر له مشاكل ولازم هتصير عنده تساؤلات ولازم هتصير حفيزته خصوصا في مرحلة الشباب لأن مرحلة الشباب كلها اندفاع وأنا كولي أمر يجب علي بدلا من أني أمنع هذه التكنولوجيا وهذا صعب إن لم يكن محال يجب علي أني من البداية أعمل تعزيز لليقين في فكرة أنه ممكن من ضمن الأفكار أو إحنا ده تساؤل هل محتاجين مناهج معينة أو فصل معين تحط في مناهج معينة للتعامل منذ الصغر مع هذه الأفكار المختلفة والأفكار الشاذة عن المجتمعاتنا الإسلامية يعني ألحب لك مع الفكرة دي هل محتاجين دوت ندي الأطفال وهم أنا أعتقد أن الفكرة أن المناهج بالفعل الموجودة حاليا كافية لكن يجب فقط التركيز على الجانب الروحي فيها لو هي كافية اللي بتطلع الناس اللي هم بيعندهم زي ما قلت حضرتك لأن ما فيش رقابة أنا مش عايز أنا مش عايز أحد من استخدام الحرية لكن لازم يكون فيه رقابة على الهيل الصعب رقابة من الولي الأمر رقابة من الأب رقابة من الأم رقابة من الأخت الكبيرة رقابة من الأخ الكبير رقابة من المدرس على تلاميذته لأن لو أنا عندي ابنه وما قدرتش أحميه من هذه المشاكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم رعين وكلكم مسؤولا عن رعيته فأنا لازم طالما ديته الحرية أن أنا أتابعه وأعود معاه وأسمع منه لو حسيت أني فيه مشكلة أحاول أجيبه ما قدرتش أجيبه أروح لأهل الزكري يقدروا يجيبه لكن الحاجات الناس اللي بتجي لنا للأسف بتبقى فترة 15 سنة 20 سنة للأسف ما يعرفش الدرورات اللي المفروض طفل عنده 7 سنين و8 سنين يبقى عرفها وبالتالي بتكبر عنده المشاكل من وهو صغير في غياب دور الرقيب في غياب الأب قضي ولد هذا مع الانفتاح اللي موجود حاليا في توسائل التواصل الاجتماعي أنه يدخل يشوف فيديو هنا وفيديو هنا ويشوف شبعه هنا وللأسف ما يقدرش يجيب عليها بنفسه لأنه أساسا ضعيف في المعرفة الشرعية طب سريعا كده هل فيه يعني من ضمن الاحصالات المبدئية كده أن الولاد أكتر أو البنات أكتر أو الموضوع مش واضح لجهات دلوقتي هو ما فيش احصائية احصائية أنا بكلم على الليبي من خلال الحاجات اللي أحلى بنشوفها الأولاد الأولاد البنات الحمد لله يعني عقلين وكويسين وزي ما قلت حضرتك حتى الأولاد اللي بيجونا هي ليست شبهات يعني أنا ما جليش حد قال أنا مرحب مباشرة لكن يقول أنا لديها مشكلة أنا لديها شبهة أو أنا لديها تساؤل لكن من الصعب جدا وما جيء في حد ذاته ده خطوة إجابية ما هو معنى مجالي زيكا صريحة الإيمان زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعا فضلت الشيخ إبراهيم جميل عضو مركز الأظهر العالمي لفتاوة الإلكترونية باللغة الألمانية وعضو واحدة بيان شكرا جزيلا شكرا 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 مستمرنا معاكم في هذا الصباح ولكن الآن وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية وأنني مين خليل